الى السودان الان حيث يتصدر السلام اولوية الملفات واثرى تطورات الاوضاع الامنية التي شهدتها منطقة الجنينة في ولاية غرب درفور اتجه الى المنطقة رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك على رأس وفد رفيع دقلو اكد تحقيق العدالة في الاحداث وان الجناء ليفلتوا من العقاب وفقا للقانون من جهته دعا حمدوك الى الاسراء في معالجة الاحداث لانها ترتبط بمسارات عديدة على رأسها موضوع السلام مضيفا ان معالجة المشكلات في غرب درفور يساعد في العبور بالسودان الى وضع اكثر امنا واستقرارا معنا الان من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي ماهر ابو الجوخ مساء الخير سيد ماهر مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار وكل عام وانت بخير ما يجري في غرب درفور يعني مسألة مأساوية ما الذي يمكن للحكومة الانتقالية والمجلس السيادي ان يقوموا به لحل هذه الازمة او على الاقل لمنعها من الانفلاة لانه على ما يبدو الامور تطورت بشكل سريع هل هناك اي شيء يمكن ان يفعلوا المجلس او الحكومة لوقف تدهور الامور هناك مساء الخير عليكم على جميع المشاهدين ومشاهدات الكرام وكل عام وانت وانتم بخير في تقديري ان الدلالة على اهتمام الحكومة بهذه الاحداث هو ارسال وفد رفيع المستوى يقوده النائب رئيس فيلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بجانب مسؤولين اخرين ابرزهم وزير العدل ومدير جهاز العمل والمخابرات ورئيس اركان القوات المسلح ومدير الشرطة كل هؤلاء هم حينما وصلوا الى مدينة الجنين اليوم عقدوا اجتماع مع اللجنة الامنية استمر لأكثر من خمسة ساعات تم تنوير الوفد بالمخرجات وتطورات الاوضاع في المنطقة الجانب المهم هي التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس مستوى السيادة الفريق محمد حمدان دقلو حمدتين الذي اكد على ضرورة ان تسود احكام القانون وان تتيب محاسبة الدنا هذه نقطة مفصلية باحتبار ان الصراعات السابقة التي كانت تشهدها المنطقة كان النظام البائد يلجأ لما يشبه الى المساومات والتسويات لا يقوم باتخاذ اجراءات حاسمة اتجاه المتهمين بارتكاب الجرائم باحتبار ان النظام البائد كانت احدى استراتيجاته وهو بزر الفتنة واثارة النعارات وحتى تشديد وزيادة او تسراع في المنطقة وبالتالي الجديد الان بان الحكومة الانتقالية بكل مؤسساتها والقوات النظامية بمختلف تشكيلاتها هي جميعها الان هي تشدد على انه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون سيسناء سيتتم محاسبة المتهمين بارتكاب التجاوزات هذا في تقديري بخلافة الشكل الرمزي فيما يتصل بتركيبة هذا الوفد هناك ايضا المعطيات الاساسية بانه سيتم اتخاذ جراء ضد المنتهيكين والمتسببين في الاحداث النقطة الثانية انه في هذه المرة ايضا الحوار لا يقتصر على الجانب الرسمي والنظامي ولكن الوفد سيقرض في اجتماعات اعتقد الان هم في اجتماع مع قيادات الادارات الاحلية بالمنطقة ولاحقا سيحقدون اجتماع مع شباب المنطقة والجان المقاومة هذا ايضا يحطي مؤشرات بان المعالجة ستكون معالجة شاملة تشمل جميع الاطراف وليس جزءا واحدا او مجموعات واحدة اذا نظرنا ايضا للاجراءات التي يتم اتخاذها والتدابير هناك ايضا توجه حكومي بان يتم نقل المصابين في الاوضاع الحرق للخرطوم هذا الامر ايضا كان في ظل النظام السابق لا يتم بهذه الكيفية وهذا الاهتمام وبالتالي حينما ننظر للمشهد بشكل اجمالي نجد ان هناك خلاف اختلاف فيما يتصل بمعالجة الاحداث في المنطقة هناك مستوى حكومي رفيع المستوى الان هو في منطقة الجنينة في اليوم الثالث الاحداث هناك واضح ان هناك ارادة وعزم حقيقي من الحكومة لاجاد معالجات حقيقية هناك ايضا محاولة لمعالجة النتائج التي نتجت عن هذا الصراع ولكن المعطل اساسي انه لن يتم تطبيق الافلات من العقاب هذه المرة سيتم محاسبة كل المرتبطين بهذا الامر يعني من الواضح ان هناك استجابة حكومية سريعة سواء من الحكومة او من المجلس السيادي هذا شيء لافد ويعني مقارنة ما كان يجري ايام النظام السابق لكن السؤال هو هل هذا يعني خلاف قبلي يعني طبيعته قبلية غير سياسية لا يمكن للاجهزة في الخرطوب التعامل معه بشكل يعني واضح ما طبيعة هذا الخلاف وكيف يمكن للحكومة التعامل معه بهذا الشكل من الواضح ان هذا الخلاف يجب النظر اليه لطبيعة المنطقة المبوءة الان اساسا بالصراع والصراع المسلح منذ العام الفين واثنين هذا العمر يجب وضعه في الحسبان النقطة الثانية ان هناك انتشار كثيف جدا للسلاح في منطقة دارفور بشكل عام وبالتالي هذا الخلاف اساسا هو بدأ خلافا شخصيا قبل ان تطور ويأخذ الطابع القبر ثم يأخذ الطابع المسلح العلاج الجزري لهذا الخلاف هو بكل تأكيد ليس هو مرتبط بهذه القضية ولكن مرتبط بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وجمع السلاح وحصر وجوده على القوات النظامية هذا الامر اذا لم يحدث فكما حدث في الخلاف الحالي في منطقة الجنان كما ذكرت لك هو كان في الاول بدأ صراعا شخصيا صراعا فرديا وليس صراعا قبليا ولكن تطورت الاوضاع وانتغلت لتصبح صراعا قبليا ونظرا لتوفر السلاح هذا الامر جعل هذا الصراع مميتا وكارثيا هذه هي المعضل الاساسية وهذه هي المشكلة الرئيسية ولذلك العلاج الجزري لهذا الامر سيكون تحقيق السلام والاستقرار ولكن النقطة الاهم هو جمع السلاح وتفكيك الميليشيات القبلية اذا لم يكن هناك ميليشيات مسلحة لان كما تعلم فان النظام البيت جعل احدى استراتيجياته لادارة الصراع في منطقة دارفور هو نشر السلاح وتكوين مجموعات قبلية جعل هذه المجموعات القبلية لطبيعة الاحتكاكات الطبيعية بين اي مجموعة ومجموعة ان يتحول هذا الصراع بشكل دراماتيكي وسريع جدا لصراع مسلح يترتب عليه مئات الضحايا ومئات القتلى ولذلك الامر في تقدير لا يرتبط بمقدرة الحكومة في السيطرة على الصراع ولكنه مرتبط بشكل اساسي في تحقيق السلام والاستقرار في دارفور وايضا من نتائج السلبية لهذا الصراع انه جاء في وقت حرج للغاية باحتبار انه تم التوقيع الاتفاق الخاص بمسار دارفور في جوبا ولكن بعد 24 ساعة فقط انتكس هذا المسار وهنا السؤال استدنار اسمح لك الجانب اخر يعني يبدو ان مسار دارفور في الجبهة الثورية علق التفاوض بسبب ما يجري من احداث الى اي مدى يمكن ان تؤثر هذه الاحداث التي جرت في اليومين الاخيرين على مسار العملية السلمية بشكل عام انا في تقديري بان تعليق مسار التفاوض في جوبا في ما يتصل بيدارفور وهو نتيجة طبيعية باحتبار لما حدث في الجنين هو امر كارتي حقيقة ولكن في تقديري بان الفرق بين ما يحدث الان وما كان يحدث سابقا انه في المرات السابقة كانت هناك اطراف لديها اصيلة بالنظام البيت سواء كانت هذه الجهات هي جهات نظامية تابع قوات نظامية او جهات سياسية هذه الجهات كانت تكون ضالحة ومتورطة في الصراع الان الفرق بان الضغط العالم من قبل مسار دارفور وبمسابة جرس انزار للحكومة الانتقالية وموساتها بضرورة ان تولي هذه القضية اهتمام كبير من الواضح ان هذه الرسالة قد وصلت بدلالة ان مجلس السيادة ومجلس الوزراء قد اجتماعا طارئا قبل يومين الان نائب الرئيس السيادة ورئيس الوزراء وقيادات القوات النظامية القيادات العلي القوات النظامية ووزير العدل كلهم اليوم موجودين في كرينة هذا يعطي مؤشر بان هناك رغبة حقيقية لمعارجة هذا في تقدير ان المفاوضات قد تتعثر لأيام ولكن النقطة الاساسية ان هذه الاحداث اثبتت نقطة اساسية ان الحكومة وموسات السلطة الانتقالية هي راغبة وحريصة ان لا تحدث اي احداث عنف او توتر في المنطقة النقطة الثانية ان هذه الاطراف الحكومية بخلاف المرات السابقة خلال حكم النظام البيض ليست متورطة او مشاركة او حتى متسترة على المتورطين في هذه الاحثاث وهذا بدور في تقديري سيساعد في الاعانة وتحقيق السلام والدفع بعملية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة شكرا جزيلا لك الاستاذ ماهر ابو الجوخ الكاتب والباحث السياسي كان معنا من الخرطوم